الحوت. الحوت متقلم. الحوت عنده حزين. فيه حزين. وزي ما تقوله هو فيه عصفة. داخل جوه عصفة بصفهو جواها دلوقتي. السمع مغيمة تماما والدنيا. لا الدنيا مش ضريفة عنده. وفي حالة دفاع عن النفس. او في حالة منافسة شديدة. دي عفر. لا متوتر. الحوت منافسة. متوتر. وعنده مشاكل. والموضوع بيوسع. مش بيصغر. الموضوع بيوسع. الاطراف عملت زيد. العقبات بتزيد. دي اما عقبات كتيرة بتقابلك. يعني كل ما تخرج من حاجة تخشك مشكلة تانية. عقبات كتيرة عملت قبلك. معكسات. اما انه اطراف كتير دخلة في دخلة في المشكلة. طيب نصحتي كانت ليكو يا جماعة. نصحتي للموضوع ده. اي اطراف ملهاش علاقة بالموضوع. او مش طرف. ارجوكو يعني طلعوهم. طلعوهم. هتلاقوهم مشكلة قلت. هتصغروا على طول. طلعوا بس الناس الملهاش لازمة دي. لكن في تطور مادي. الحمد لله. اما تطور او استقرار مادي. يعني حالة امان. الحالة المادية الحمد لله فيها استقرار وفيها تطور. ولا من معلتك كده حواليك. وحاجة الحمد لله فيها. في نعمة. في نعمة حلوة. الحمد لله. الحوت والتضحية. الحوت والتضحية. الحوت مضحي. جاء نفسه. لسه بيجاء نفسه. وقل ما الموضوع ده يا جماعة والله تغير. انا قريت فيه. فيه الحركة بتاعت الكواكب عندنا خلاص موضوع التضحية اللي زادها عن اللزوم ده الحوت هيبتدي يخرج من البوتقة دي. نبتدي برضو نشوف نفسنا شوية ونهتم بنفسنا. مش انانية والله. لكن خلاص يعني اعمل اللي عليك وخلاص. بلاش التضحية بالزيادة دي. يعني تعبان يا حوت متبهدل. ليه تبهدل نفسك؟ ركز مع نفسك شوية. او صابر على شيء. برضو عشان قلبكه الطيب ده. داخل على مرحلة جديدة. متفائل. زي ما تقوله مجامر. عندك روح مجامرة. ليه؟ لان فيه هدف ظاهر قدامك وانت رايح له بسرعة البرق. راح له بسرعة جدا. وبردو الحوت ماشاء الله لما بيركز تركيزه عنيف. ان شاء الله حتوصل للهدف اللي انت رايح له ده يا حوت. وكمان عندك طاقة انتصار. يعني اللي بيحصل هنا حال تدفع عن النفس. لا انا ما عملتش كده ده 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 مش صح. انت ده فيه ظلم بيحصل. الخناءات والمشاكل دي. ان شاء الله منتصر يا حوت. انتصار وكمان طاقة ابداع. والمشاكل معروفين ان هما بيبقوا اكتر في الحاجات اللي فيها فن وابداع كتابة رسم الحاجات اللي فيها فنون. عندك طاقة ابداعية ان شاء الله هتساعدك توصل للهدف اللي انت بتجري عليه ده. بشكورك يا بوسي. ان شاء الله يكون خير. انا مش فكرك هتقرأ يا ايه. في عيلة جديدة الناس اللي مرتبطوش من الحوت. في عيلة جديدة. وزواج. وزواج ان شاء الله بسعيد. وزواج العمر بإذن الله. او انه الناس اللي مرتبطين. قرأ دي. دي حالتهم. دي صورتهم. الحمد لله. العيلة متقربة ومتمسكة. والحمد لله الدنيا حلو. الصحة حلوة ياحوت. ما شاء الله. دي صحة. ده نجاح. دي الحالة المعنوية عندك. حالتك المعنوية حلوة. الحمد لله. او ان شاء الله هتكون تحسنت عن اللي حصل ده. يعني حالة الحزن اللي انت فيها دي مش هطول. وانت ياحوت فعلا. مودك متقلب وحاسيسك بتتقلب بسرعة جدا. فان شاء الله حالة الحزن اللي انت فيها دي او حالة الزعل دي حتروح بسرعة جدا جدا. هيحل محلها. شمس. والشمس دي بتعبر عن الوضوح. الدنيا واضحة. الصورة واضحة. الهدف واضح. الهدف واضح ياحوت. السكة مفتوحة. جو. الصحة الحمد لله كويسة. في مرح. في امان. الصور ده. بيوحيني بالامان. عندك امان. وحالتك النفسي الحمد لله كويسة. ولخص القراءة بسرعة. في حالة حزن دلوقتي ياحوت. ممكن تكون زعلان. او ان شاء الله تكون عدد خلاص. حالة هم. هم. يعني هم جديد. الهم ده اعتقد ناتج عن حالة دفاع عن النفس. في مشكلة ما انت بتحول تدفع عن نفسك فيها. دخل فيها اطراف كتير. اعملولك زحمة جيد كتير قوي قوي. ملهاش اي داعي. ارجوك طلع الناس دي. ملهاش اي لازمة. طلعهم. في حالة تطور مادي. ان شاء الله. حالتك المادية بتتطور وحالة استقرار كويسة جدا. حالتك ملمو حواليك وفخورين بيك. في حالة صبر او حالة تضحية. شديدة جدا عند الحوت. يعني. بالراحة لنفسك شوي. بالراحة. بلشت اطحية بزياد. الناس المش المرتبطين عندهم بداية عيلة جديدة ان شاء الله. شكل ارتباط حيتم. الناس المرتبطين ممكن تكون حالتهم العاطفية كويسة. في مغامرة. في مغامرة انت حتقوم بيها. حاجة انت مش متعود تعملها يحوت. فيها شوية مجاسفة. فيها شوية ريسك. بس يستاهل. ولو ان شاء الله جروتي دي صح. ان شاء الله الحاجة اللي انت بتاخد فيها الريسك دي. الهدف اللي انت رايح له ده. نهايته نجاح وانتصار لتنينه. انتصار ونجاح. ادي القرية حلوة قوي حوت. حلوة قوي. طيب. ايش الحوت؟ يعني ايش الحوت؟ الحوت هو برج الحوت حاجة البروج. يعني ما تجربها لقتني عادها بالزبط امتى؟ هي ايه يا شايمة؟ يعني البت بيقى الساعة كم؟ يوم ويوم؟ بعد ساعة 12 يعني 12 ونص واحدة قلة شوية حاجة كلا. الحوت في البحر بالزبط يا عمر. بس. القوس والاسد في تفريق وهل في سبب. وهل سبب سبب صحيح. طيب شموخ؟ خلينا نسأل اسأل بالكارت الواحد بعد من خلص القراءة. يا حبيبة قلبي يا روز بتجد الكلام ده من انت يا عسلية. ميرسي يا روز. يا كوكي انت اللي عسلية. ان شاء الله حبيبة قلبي. يا سورية بإذن اللي حبيبتي ربعتلك الخير يا رب. جامناي حقدر قريب قوي. بشكرك جدا يا هشام. بس زبت اعمله زي ما ولا بتقول كل يعمل لايك وشير كليز لللايب للي عجبه. ده الموضوع ده بيتعني جدا يا جماعة وفعلا بيحسسين ان انا نجحت. اه ايه العرافك انه حينتصر. والله يا عمر الكروت اللي انا بشوفها اه بتفيها رسائل. انا دي الرسالة اللي انا شوفتها. وان شاء الله بتتحقق. مش تتمنى تنتصر ان شاء الله. اه شايمة هو الموضوع مش ماشي بدقة فضيعة قوي كده يعني هو زي ما قلتلك يوم اي يوم لا يعني احنا نهارده الاتنين. اللايب اللي جاي هيكون يوم الاربه. نفس المعدة بالزبط. مينة ليه كده يا مينة اصبر شوية. انت ممكن تكون زعلان دلوقتي زي ما هو واضح عندي بس انت عارف لو انت برج الحوت احنا مشاعرنا متقلبة شوية وبنصفة بسرعة استنى شوية بلاشت اخد قرار انفصال دلوقتي. احجار الحوت ايوا معتز معنا اهو رحبوا معنا بمعتز احمد معتز موجود معنا في اللايب. اه وزي وزود كمان حجر انا كنت نسيه حجر الفيروز وتقريبا انت حجر وفعلا المميز البرج الحوت. معتز معنا هين يا جماعة لو حد عنده اي سؤال بليز يدخل يزعر. المجموعة الثانية يا باري هي هي العشرة التانيين من الشهر بتاع برج الحوت. اوكي التور حاضر قريب جدا. يعني رميد حبيبة قلبي الامل طبعا موجود وان شاء الله انا شفت القرية حلوة قوي. حلوة جدا. صباح الفل يا زينب. اهلا اهلا حبيبتي. في صغيرة اللي نزلتي اول انبارح. ليه يا صفة وفي مشكلة في القرية حبيبتي ولا ايه? النفسية حاليا يا حبيبة لو انت من المجموعة الاولى النفسية مش تمام قوي. بس ان شاء الله حتثبت قوي قوي قوي. طيب. اه اطلع الناس دي ازاي؟ ناس مين يا داليا؟ اه الناس اللي في الخناقة. بصي. تجاهل. اول حاجة. حد مسلا بيديكي بقى النصيحة وانت ليه تعملي كده وانت زي تعملي كده وانت زي تعملي كده. بترديش. هو كده فهم وسلط المسج انك انت مش قبلة لاستقبال اي نصيح او اي تدخل في الموضوع. ما تتخديش وتدي. الجدال هو ده اللي بيفتح المواضيع. بمنتهى الزوق والادب. صمت. بس كده. نغم ما شفتش سفر حبيبة قلب. وحط النفسك ودايما مش بس اللي حط يا جماعة كلنا. لازم دايما انا اتعلمت الحكاية دي في حياتي. ان ما اسمحش الحد يتعدى الحدود اللي محتو طالو. بس كده. هنرتاح كلنا. ياري هان دا انت اللي منوراني ومنورة اللايب كله. اه المايك طيب. اصلا عارفة من غير المايك كان الصوت بعيد قوي وكان الناس تسمعني بصعوبة. وقدامي ريزك بفكر فيه مش عارف بسه هيكون خير ولا لا. اوكي. طيب فادي اللي انا شفته الريزك اللي انت. يعني ان انت تخطره نهايته كويسة. نهايته فيها انتصار وفيها نجاح. يعني حياتنا برضو لازم يكون فيها شوية ريزك حتى من نوع يعني. يعني يبقى من باب الكسر المللي. بهم قصدي. ان شاء الله يا رقفة تكون صحيحة بإذن الله. طيب حسيب الرسالة. يعني لو قعتها الرسالة بجاء مش مش حقرحة. طيب حنتيني بالوقتي. القرأة العطفية. لبرد اخوت مرحلة. شوف اخبار اخبوت ايه? المدموعة الاولى عاطفيا. اوكي. حربة قوي. اه. بوم بوم بوم. حساسية الحوت يا جماعة. وانا ما يعيكوا على فكرة. اه سبب رئيسي. في اسباب تعبه في حياته. بجد. وسبب مشاكل كتير قوي. يعني ما تزبطه الدنيا كده. الحوت عايز ايه? الحوت على وشك ياخد خطوة او قرار. اه. او قرار. بس خايف من التوابع بتاعها. او انا بقى عايز اقولكو يعني خلينا. يعني قولها صح. او خايف ما يقدرش. نفسه. يعني. يعمل حاجه جديده في العلاقات. عايز يعمل حاجه جديده فيها. يصلحها. يخلصها. عايز يعمل اكشن. عايز يعمل حاجه. هو تقريبا على وشك ياخد قرار ان هو. او يعدل حاجه في العلاقات. يعمل شوية تعديلات. شايف شريكه ازاي. شايفه الساحر. عنده ادوات كتير قوي. او عنده تقريبا اغلب الحاجات اللي هو محتاجها. الحاجات اللي هو نفسه تكون في شريكه. هو هو شايفها موجودة في شريكه فعلا. وشايف شخص طموح. وشخص شخص مبدع. يعني شايفه حاجات كويسه جدا. والطاقة حلوه جدا. الطاقة فيها حظ. فيها عجلة حظ. بمعنى انه عارفين الافلات اللي بتحصل بدون سبب. بدون سبب كده تلاقي الكابل كده. لا. هتبتدي الافلة دي تفك. الافلة دي هتفك ان شاء الله. وفي تيسير. ان شاء الله الحالة فيها فيها تيسر. الطاقة. الطاقة كده دلوقتي. حاولوا تستغلوها دلوقتي. الشريك. الشريك نفسه يبتدي. عايز يبتدي مرحلة جديدة. معاك. مش معايحة تاني. معاك. عايز يعمل صفح. يبتدي صفحة جديدة. اوكي. يمكن يكونه اخطأ. جايز يكون شيكك اخطأ. ونفسه في حالة هدوء ما بعد العصفة. الشكل كان فيها عصفة جاملة شغالة. ونفسه عارفين ده الهدوء اللي ما بعد العصفة. شوية هدوء وروحانيات. وشوية حنية بقى. طيب. شريك بقى شايفك ازاي حوت. شايفك خير. شايفك متاخدش اي خطوة. بس اللي هو مش عارفه ان انت على وشك ان انت تاخد خطوة. بس هو شايفك ان انت متعمش اي خطوة خالص. متعمش اي حاجة. في حب. حاسين بحب. الفترة دي حاسين بحب. وعايزين تده البعض. يعني في عطاء. عايزين تده البعض. فيه. شيء كان مستخبه حيات عاد. يمكن كان حاجة تخص شريكك يا حوت. او حاجة تخصك انت. ده دي الاسرار دكرت الاسرار. او برضو دي حالة برضو من حالات التدين الشديد جدا. اللي هو التوجه لحو الدين جدا. زي ما تقولوا انتو من كتر يعني القلم اللي انتو حاسين ومن العلاقة خلاص رميتو بقى حمولكو كلها على ربنا فوضتو امروكو لله خالص. ده هيقصر عليكو بالبعض. ده مش مش عايز اقول فرق. ما بقتش اقول عليه فرق. بعض. يعني واخد جامل. الحوت او شريكو واخد جامل. بس هو سايب ورائي سايب ورائها كبايات. الكبايات دي كلها حب. مشاعر. حاجات حلوة جدا. ليه ليه؟ الحساسية المفرطة اللي عندك يحوت. وكمان توقعاتك المعاملة اللي بالمثل. ان انت زي ما بتعامل. تتعامل ده سبب كبير جدا في مشاكلنا العاطفية. يعني احنا بنتعامل بطريقة. فلازم سقف التوقعات ينزل يا حوت. ما تبقاش كل حاجة انت بتعمل بحنية وانت بتدي وانت بتسامح وانت بتعمل كل حاجة. بس عشان شريكك ما بيعملش الحاجات دي قصادها. فانت محبط. لا انت بتعمل بطريقتك. وهو بتعمل بطريقة. فما تتصدمش وما تزعلش ان هو مش بيعملك بنفس الطريقة او بالطريقة المتوقعة اللي انت كنت متوقعها منه. ده مش معنى هو ما بيحبكش على فكرة. لا بيحبك. بيحبك وعايز يكدي معك صفحة جديدة. وعايز الدنيا تهدأ. لا بيحبك. بيحبك جدا. اوكي. اللي عنده مشكلة في صوت يا جماعة يخرج ويدخل تاني. حاولوا تتفادوا يا جماعة كارت البعد ده. بالعكس. قربوا اكتر. قربوا من بعض. يعني ده بلاش منه. ملوش لازمه. يعني عارفين فيه قريات تانية كنت بشوف فيها مثلا ان الشريك مش سائل اصلا مش شايفك اساسا. لا شريكك حاسس بيك. وشايفك. وعايز عايز يقرب منك. اشتركوا في القناة.